لن تزدهر المشاريع الناجحة سوى من خلال تشجيع الموظفين في كل المستويات للقيام بدور فعال في قيادة أنفسهم ومؤسساتهم ملخص كتاب كلنا قادة القيادة ليست منصباً بل أسلوب تفكير تأليف فريدريك أرناندر بصوت حسام المناصير أتاحت الحقبة الرقمية الحديثة فرصاً واسعة للشركات الناشئة وإداراتها للتطور السريع إذ ولدت جيلاً جديداً من رواد الأعمال بأفكار إدارية جديدة ومتوافقة مع متطلبات سرعة العمل في هذا العصر أضحى هؤلاء القادة قادرين على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب وما يميز هذه الحقبة الجديدة في عالم الأعمال أنها لم تعد تعتمد على الشكل القديم المركزي للإدارة والذي يستند إلى عدد قليل من القادة الموكل إليهم إدارة كل شيء بل صار من الضروري إشراك الجميع في اتخاذ القرار وأصبح لزاماً على الموظف الأقرب للمشكلة أن يمتلك المرونة اللازمة للبت في القرارات الخاصة بوظيفته ولذلك يتوجه هذا الكاتب لكل فرد في المؤسسة مهما كان موقعه لتبسيط مفهوم القيادة وجعله في متناول الجميع للوصول إلى مؤسسة مرنة لا مركزية الإدارة وقادرة على مواجهة تحديات العمل المعاصرة الفصل الأول يمكن لكل شخص أن يكتسب عقلية القائد فور تعرفه على نقاط قوته الحقيقية الفرق كبير بين من نطلق عليهم القادة التقليديين وأولئك الذين لديهم عقلية القائد بغض النظر عن مناصبهم فعقلية القائد التي نسعى إليها تحضه على تحمل المسئولية مهما كان منصبه بينما يكتفي القائد التقليدي بممارسة عمله من برجه العاجي دون إدراك أسباب المشاكل اليومية في المؤسسة ونتائجها وبناء على ذلك إذا وجدت نفسك أمام شخص ينتظر رأي المدير لاتخاذ القرار فأنت في مؤسسة تدار بالشكل التقليدي القديم ولكن عقلية القائد المعاصر هي التي تجعل من كل موظف في المؤسسة قائدا في مكانه تماما مثل الجنود في ساحة المعركة فهم الأقرب للأحداث والأقدر على تقدير عواقبها ولذلك ينصح دائما بتحفيز كل أفراد المؤسسة ليصبحوا قادة سواء ماديا أو معنويا يجب إشراك الجميع في أبسط القرارات اليومية لمنحهم مهارة القيادة وكان عالم النفس السويدي يورغين أوم قد لخص تجربته مع الرياضيين المحترفين بقوله أن تكون قائدا فذلك يعتمد على عقليتك الخاصة فإذا قلت لنفسك كل صباح لأجعل يومي سعيدا بدلا من ليكن يومي سعيدا فإنك بذلك تمسك بزمام أمور يومك وتقود حياتك للسعادة بعقلية القائد الناجح فإذا فكرت في الجانب الإيجابي ستجده أمامك مباشرة لذلك يجب على القائد دائما السيطرة على أفكاره والتصرف كقائد وينقسم شكل القادة في عالم الأعمال إلى رائد الأعمال والمدير والقائد بالنسبة لرائد الأعمال هو الشخص المبتكر من يملك أفكارا إبداعية تسهم في بناء شخصية الشركة الخاصة أما بالنسبة للمدير فهو شخص أكثر تحديدا يسعى إلى رسم خارطة طريق للشركة وتطوير الشركة والعاملين فيها أما القيادة فهي مرتبطة بالقدرة على تحفيز الموظفين وتطويرهم لتحقيق الأهداف المتوقعة على المدى الطويل وعلى كل شخص أن يدرك امتلاكه لهذه الأنواع الثلاثة في نفسه ولكن يكمن الذكاء الحقيقي في قدرته على إدارة هذه العناصر الثلاثة لاختيار الأنسب منها وفقا لاحتياجات العمل في الفصل الآتي ستتعلم كيف تدير أفكارك كقائد محنك الفصل الثاني مراعاة التفاصيل وتنمية الخبرة والمعرفة العملية من سمات العقلية القيادية ترتبط القيادة بقدرتك على التنافس مع نفسك والتركيز على الأفضل مما هو متاح والتعلم من أخطائك مما يستوجب عدم الاستسلام لمشاعرك السلبية التي تؤدي بك إلى التصرفات المتسرعة فمعرفة نفسك هي الطريقة الأولى لتحقيق أهدافك ويمكنك التعرف على نفسك من خلال روتينك اليومي وطريقتك الخاصة في تنظيم وقتك وعلى الجانب الآخر من ذاتك فإن معرفة نقاط ضعفك تمنحك القدرة على علاجها أو تفادي أثرها على حياتك وذلك لأن القادة يحتاجون إلى أن يكونوا على دراية عميقة بنقاط ضعفهم كما أن للقادة كاريزما تجذب من حولهم وتنبع هذه الكاريزما من الشغف والحماس المتقد تجاه أعمالهم ومن قناعتهم وإيمانهم بأفعالهم فإذا تعاملت مع كونك قائدا كوظيفة عليك أن تؤديها يوميا وأنت الوحيد المسؤول عنها ستغدو العازف الماهرة الذي يطرب كل من حوله ولا تنسى أن القيادة مهارة يجب فيها التركيز على كل التفاصيل مثل مراعاة كل ما يهم الآخرين والالتزام بالوقت المناسب للعمل فذلك ما سيمنحك تقدير الناس لك ولعملك إضافة إلى ذلك لا تخجل من الاعتذار عن أخطائك ولكن بالطريقة الصحيحة يقول الكاتب الإنجليزي أوسكار وايلد القليل من الصدق أمر خطير والكثير منه مميت فنحن لا نستطيع أن نخبر أحد الأشخاص بأن مظهره سيء فهنا نحتاج للخداع الصحي الذي هو أساس العلاقات الاجتماعية بينما لو كانت علاقتنا مع نفس الشخص قائمة على الثقة وأخبرناه بهذه الحقيقة بتعاطف واهتمام سيكون من واجبنا قول الحقيقة ممارسة فن إبلاغ الأخبار السيئة بطريقة مناسبة هو أحد معالم القيادة الشخصية لكن عليك أن تدخل في الموضوع بشكل مباشر فالناس لا تتحمل المواربة أو المماطلة ولتتقن القيادة عليك أن تكون مستمعا جيدا فالإنصاط الجيد هو أفضل الخيارات لحل أي مشكلة ولحل المشاكل لا تكتفي بخبرتك فقط بل احصل على المعرفة ونمي من مهاراتك وقدراتك وابقى مواكبا لكل جديد ومتطور وحافظ على صحتك النفسية والذهنية وابتعد عن كل عادة مؤذية في الإدارة الاحترافية لنفسك يجب أن تكون واعيا بأفعالك حيث لا ينبغي أن تكون أفعالك أبدا ردود فعل صبيانية لما يقوله ويفعله الناس الفصل الثالث يمكن للقائد الناجح أن ينتج قادة أكثر من خلال بيئة تجمع من فيها بثقافة عمل مشتركة من الصفات التي تمنحك مظهر القائد الجيد أن تتعلم متى تكافئ مقابل السلوك الجيد ومتى تتغاضى عن السلوك السيء فأساس نجاح أي شركة هو العمل على إشعار الموظفين بالرضا وكن دائما على اتصال مع موظفيك لتقديم المساعدة عليك أن تشعر الجميع بالدعم والتأييد فالقيادة الجيدة تكمن في توزيع السلطات وليس مركزيتها ففي المؤسسة الناجحة يمضي الموظفون في أعمالهم دون الرجوع للمالك وهي علامة على نجاح قيادته وعلامة على أنه تمكن من جعل الآخرين قادة بدورهم فإذا اعتمدت المؤسسة على الحاجة لتلبية الموظفين لأوامر المالك فإنهم حتما لن يستجيبوا لكل ما جاء فيها إلا أنهم سيكونون أكثر استجابة لأفكارهم التي طرحوها وتفاعل معها المالك مما سيحفز الإنجاز والإنتاجية لا تتخذ قراراً نهائياً دون أن يشترك الفريق بل عليك عرض ما لديك وانتظار ردود الأفعال والأفكار الجديدة شارك الفريق بعصف ذهني واصنع معهم حالة تكاملية لاتخاذ أفضل قرار هكذا تحرر طاقات من هم تحت إدارتك وتسخرها لصالح العمل وصالحهم بالتأكيد فذلك يعد أحد أدوات تطويرهم المهني من جهة والذاتي من جهة أخرى ويساهم في بناء القائد لقادة جدد بهذه الطريقة أن تبني ثقافة عمل منتجة في المؤسسة لتصبح روتيناً يومياً لكل العام صناف الضيوف بابتسامة ترحبية دافئة كما تخلق ثقافة العمل الموحدة شعوراً بالانتماء بين أبناء المؤسسة وتمنح المؤسسة القيمة والأصالة الخاصتين بها الفصل الرابع تضمن فلسفة القيادة الناجحة عملية سلسة في الانتقال بين الأفكار القديمة والجديدة من الضروري أن تكون هناك حالة تناغم تجمع بين أفراد العمل والعقليات القيادية في رحلتها نحو النجاح وذلك ما يمكن تطبيقه بسياسة الأرض المسطحة أي الإدارة الأفقية التي لا تحتاج إلى مديرين وتطبق شركة تطوير الألعاب فالف هذه الطريقة يهدف هذا النمط الإداري إلى تأسيس مبتكرين والحفاظ عليهم وتغذية البيئة الحاضنة لهم وهو ما يهدف في النهاية إلى تحقيق نتائج أفضل للعميل والشركة وكذلك للعملين حيث يجدون بيئة محتضنة لهم فيتم النظر لكل فرد منهم كعقلية قيادية في مكان عمله اجعل الاجتماعات أحد أولوياتك وليس بالضرورة أن تكون اجتماعاتك رسمية تخلو من الحميمية مثلا يمكن أن تكون خلال احتفالات رأس السنة أو احتفالات جماعية أخرى بذلك تستطيع أن تتعرف على غير الراضين عن أدوارهم في الفريق أو لا يشعرون بالتناغم مع بعضهم على القائد أن يدرك هذه الاختلافات ويعمل على حلها إذ إن ما يطلق طاقات الناس ويحرر إمكانياتهم هو الإسراع في حل مشكلاتهم كما أن مسئولية الإدارة الجيدة تسند وبوضوح لشخص واحد يبت في كل المشاكل العالقة بين الموظفين وعلى الرغم من ضرورة تحل الجميع بعقلية القائد ولكن ذلك لا يعني السماح بوجود نزاعات لا تأول في النهاية لمصدر قرار واحد لفك أي التباس في عملك كقائد لا تستهدف السرعة والانتشار في البداية فالشركات السريعة هي التي عادة ما تبدأ ببطء تضمن هذه البداية المتأنية بناء قاعدة للشركة ووقتاً كافياً لتصميم استراتيجية ناجحة عليك أيضاً ألا تدعى موجة التغيير تجرف الشركة عن نشاطها الأساسي على سبيل المثال، إذا تحول النشاط لشركة ما من الحيز الورقي إلى الإلكتروني يجب أن تتم عملية الانتقال بالتدريج لأن ذلك يؤثر على كل فرد ساهم ببناء الشركة على النظام القديم فحين يتسلل إليهم الشعور بأن ما بدأوه من عمل صار بلا أهمية يخلق ذلك بداخلهم شعوراً بالإحباط ويثبت من عزيمتهم ويعيق عملية الإنتاج كن محدداً وواضحاً في صياغة أفكارك الجديدة من ناحية رؤية الشركة للمستقبل ورسالتها وأهدافها والآن، ماذا عن اختيار الموظفين؟ كيف يمكن للقائد اختيار الأكفاء منهم؟ وكيف له أن يحسن التواصل معهم بعد توظيفهم؟ عن طريق التحدث عن فكرتك فإن أفضل ما يمكن أن يحدث هو أن تحصل على تغذية راجعة مفيدة وتعليقات تمكنك من تطوير تلك الأفكار الفصل الخامس يحتاج القائد الذكي إلى القدرة على اختيار الموظفين المناسبين ولإتقان مهارة التواصل معهم يوماً ما، ستحتاج إلى توظيف أشخاص عليك مقابلتهم والاستماع إليهم جيداً ورؤية ما الذي كان هذا الشخص سيصبح متحمساً للعمل والإنتاجية والاستمرار اسأل نفسك هل سيندمج ويتواصل مع الفريق بشكل جيد؟ أم سيتسبب بعقبات وانشقاقات بين الموظفين؟ تكمن فلسفة التوظيف الفعالة في استقطاب أصحاب العقول المتفتحة فهم ليسوا أصحاب كفاءات عالية فحسب بل هم شخصيات رائعة يمكنهم التواصل مع العمل ومن فيه بشكل فعال ومنتج ويعدون إضافة حقيقية للمؤسسة ولتحافظ على فريق العمل من موظفيك المختارين تواصل معهم باستمرار وكن واضحاً في كل شيء فدائماً ما يكون السبب وراء ترك موظف لوظيفته هو التفاوت الكبير بين التوقعات وما يجري على أرض الواقع يساعد التواصل الفعال مع الموظفين على التخلص من ضوضاء العمل فتمثل المشاعر السلبية المبهمة الكاملة في نفوس زملاء ضد بعضهم الضوضاء التي يجب التخلص منها عالج هذه المشاعر وقم باحتوائها واجعل أهداف عملك واقعية لتجنب إحباط الموظفين بينما يمكن للأهداف الخيالية أن تدفع بعجلة التطور ولكن اعرضها بوضوح وشفافية على موظفيك كي لا يشعر بأنهم مطالبون بالمستحيل كرر رسالتك دائماً ليفهمها الجميع واجعل من الاجتماع الشهري ساحة عرض ونقاش وتبادل أفكار ومقترحات وحلول لكل ما يخص العمل عندما أقود أطفالي أحاول أن لا أخبرهم بما يجب أن يقوم به أو أعطيهم أوامر أو توجيهات فلا أقوم أبداً بدفعهم للقيام بسلوك ما بدلاً من ذلك أحاول أن أوقظ ما بداخلهم وجعلهم يتبعون ما تمليه عليهم قلوبهم فمثلاً تصلني مكالمة من مدرس ابني يخبرني فيها بأن ولدي أساء التصرف في مطعم المدرسة فأسأل ولدي ما الذي حدث ثم أسأله ما الذي يظن أنه قام به سواء كان صواباً أو خطأاً في ذلك الموقف الخاتمة ترتكز القيادة الناجحة في هذا العصر على تبني لا مركزية القرار بدلاً من المركزية التي طغت على نظم العمل القديمة وبذلك يمكن لكل فرد في الشركة أن يصبح قائداً من موقعه مهما كانت رتبته الوظيفية ولتحقيق ذلك فإن على القائد الناجح تنمية نفسه وذاته بالمعرفة اللازمة وإدراك كل تفاصيل عمله وعليه أن يؤسس لثقافة عمل مشتركة بين جميع موظفيه تضفي صفة الأصالة والتميز على المؤسسة كما أن عليه شرح وتوضيح أهداف الشركة وتوقعاته لفريق عمله والاجتماع معهم بشكل حميمي يضمن تطبيق التواصل الفعال للاستماع إلى مشاكلهم والمبادرة لحلها بأكثر من وجهة نظر وقبل هذا كله عليه أن يكون قادراً على اختيار الموظفين المناسبين من أصحاب العقول المتفتحة القادرين على التواصل مع زملائهم في العمل بشكل فعال ومنتج